بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية فكانت بعثته للأمة أعظم عطاء وأغلى هدية والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وتابعيه الأبرار ومن صار على دربه ونهجه إلى يوم الجزاء والدين مرحبا بالسدى المشاهدين والمشاهدات أهلا بكم جميعا مرحبا بنا جميعا على مائدة سيرة رسول الله نجول في بستان سيدنا رسول الله نقطف من ثمار أحداث حياة وأيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه عشنا في الحلقة الماضية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يواجه تلك المواقف الشديدة وهو يعيش تلك المحنة التي أثرت في المسلمين من خلال غزوة أحد التي حصل فيها ما حصل من خروج عن توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل كما قلنا الصحابة المأمرون بالمكوث والبقاء والاستقرار والثبات على أمر رسول الله على جبل الرمات يحمون ظهر المسلمين فكان ما كان من ذلك وانتشر خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في المعركة ففوتنا المسلمون وكانت هناك لحظات في الحقيقة مع كل ما كان من ألم الانهزام أمام الهجمة الشرسة لخالد بن الوليد حينما اغتنم تلك الفرصة فكانت هناك مواقف عجيبة من فداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدون الحبيب المصطفى أبو طلح يقول نحري دون نحرك يا رسول الله ويتلقى هو للسهام والضرب حماية لرسول الله وأبو دجان ينحني هكذا يتوجه بظهره الذي يستقبل النبال والسهام وهو يحمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف مواقف على هذا الجبل الذي دفن فيه سيدنا حمزة الذي كان حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أحد لنا لهم تلك المكان في ديننا وفي تاريخنا وأحد هذا الجبل الذي هو جبل من جبال الجنة بل هو جبل يحب رسول الله ويحبه رسول الله الذي قال أحد جبل يحبنا ونحبه أيها الأحباب توالت بعد ذلك الأحداث ولنا وقفات مع محطات اليوم سنقف مع محطة من محطات المحبة ومن محطات الألفة ومن الشهامة ومن الخصوصية قبل أن نتطرق لها طبعا بعد غزوة أحد حصل ما حصل من انهزام المسلمين لكن كان درسا كبيرا للمسلمين ولنا معهم توالت بعد ذلك الأحداث كان هناك خروج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في 1400 من المسلمين وحصل ما حصل من رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وصلح الحديبية وحصل في ذلك فتح مستقبلي فنزل قول الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبين جاء هذا الفتح مبشرا لفتح مكة الذي سيأتي فيما بعد صلح الحديبية ثم كانت بيعة الرضوان وجاء من بعد ذلك خروج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة إلى خيبر وكان فتح خيبر لم يكن بالأمر الهيين وفي ليلة من ليالي تلك الأحوال التي عاشها الجيش الإسلامي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث فتح خيبر قال المصطفى صلى الله عليه وسلم سأعطي اللواء غدا لرجل يفتح الله على يديه لرجل يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله في اليوم الموالي بحث عن سيدنا علي بن أبي طالب فقالوا إنه يشكي عينيه عنده عل في عينيه فناده المصطفى وجعل من ريقه الشريف في عيني سيدنا علي فكأن لم يكن به شيء وصار معافا وجاء الفتح على يديه وقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم تلك القول العظيمة التي يحتاجها كل داع إلى الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك من حمر نعم نعم إنها أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فتح الأمصار وفتح القلوب فوجهنا إلى هذا السير على أثر الحبيب المحبوب حتى يرضى عنا ربنا علام الغيوب في خيبر سيكون ما يكون من قدوم جعفر رضي الله عنه وأرضاه هذا الإمام هذا الصحابي الجليل هذا الحبيب لرسول الله الشبيه الوجيه النبيه أبو المساكين ذو الجناحين ذو الهجرتين سيدنا جعفر بن أبي طالب حبيب رسول الله حينما قدم بعد تلك الرحلة الطويلة إلى الحبشة عاش داعيا إلى الله تعالى في الحبشة أسلم النجاشي هناك على يديه بعد تلك الخطبة العظيمة وذلك التحليل وذلك التعريف بالدين الإسلامي فالنجاشي أسلم كما هو معلوم معروف وسيدنا جعفر بقي 15 سنة في بلاد الحبشة يدعو إلى الله ويمثل الإسلام بتلك الأخلاق السامية فعاد في تلك السنة وجد سيدنا رسول الله في خيبر فلما قدم رآه المصطفى صلى الله عليه وسلم رآه المصطفى عليه الصلاة والسلام فقام يجر رداءه فقبل جعفر بين عينيه وقال بأيهما أسر بفتح خيبر أم بعودة جعفر ما هذه المحبة ما هذه الخصوصية ما هذا الشأن لسيدنا جعفر سيدنا جعفر بن أبي طالب الذي نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيت والده أبي طالب فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه آمنة كما رأينا وجده عبد المطالب انتقل إلى كفالة أبي طالب وعاش في بيته النبي صلى الله عليه وسلم يكبر جعفر بحوالي 20 سنة لكنه نشأ في ذاك البيت مع أم جعفر سيدة فاطمة بنت أسد كان يحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وكان يقول لها يا أمي بعد أمي وحينما توفيت دفنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بيده نزل إلى قبرها وتوسد القبر وجعل بردته ثم دفن أمه بعد أمه كان يحبها حبا شديدا ودعا لها عند قبرها وكان صلى الله عليه وسلم وفيا لها سيدنا جعفر إذن الذي في صغره كفله سيدنا حمزة بن عبد المطالب أن النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا حمزة في نفس تقريبا فذهب إلى أبي طالب قال له قد كثر عيالك كان عنده من الأبناء عقيل وطالب وعلي وجعفر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا حمزة أن يخفف عن أبي طالب مع قلة حيلته وكثرة مسؤولياته فسيدنا رسول الله أخذ سيدنا علي وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا حمزة تكفل بسيدنا جعفر بن أبي طالب فنشأ في بيت أسد الله حمزة فأخذ من تلك الشجاعة وتلك القوة وتلك الشهامة وكان سيدنا حمزة كان متزوجا من سيد سلمة بنت عميس فحينما كبر سيدنا جعفر زوجه من أختها أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس هذه كذلك امرأة كانت لها شخصية قوية كانوا يقولون أسماء في النساء كعمر في الرجال شخصية وكارزمة كما يطلق عليها اليوم لها قوة لها فكر ثاقب ولها موهبة في تعبير الرؤى في تفسير الأحلام شهد لها المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك كانت امرأة لها تاريخ ولدت لسيدنا جعفر بن أبي طالب ثلاثة من الذكور عبد الله ومحمد وعون أبناء سيدنا جعفر من أسماء بنت عميس وحينما استشهد سيدنا جعفر تزوجت من سيدنا أبي بكر صديق بل أن سيدنا أبا بكر أوصى إذا ما توفي أن تغسله السيد أسماء بنت عميس انظر لهذه القيمة لهذه المرأة هذا تاريخ إسلامنا هذه سيرة نبينا وهؤلاء الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة سيدنا أبي بكر صديق تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب فمرأة لها تاريخ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ حضارتنا الإسلامية هاجرت مع سيدنا جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة وعاشت معه كل تلك السنين هناك فرجع سيدنا جعفر إذن وجد النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر عاش مع رسوله عاما عام لكن مليء بالإنجازات والعطاءات والمحبة والخصوصية كان سيدنا جعفر من أحب الناس إلى رسول الله وكان من أسمى الناس أخلاقا حتى سيدنا أبو هريرة كان يقول محتد النعال ولن تعال ولا لك بل مطايا أحد بعد رسول الله أفضل من سيدنا جعفر كان كريما شهما بيته فتحه للمسلمين وللمساكين فلقب بأبي المساكين عام في المدينة منورة كله كرم وجود وعطاء وكان شبيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أهل الصفة كلهم يقصدون جعفر ابن أبي طالب لكي يكرمهم بيته مفتوح دائما للمساكين ولأهل الصفة ولسيدنا أبو هريرة الذي ومقدم أهل الصفة عاشا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما كانت فيه تلك اللحظات وتلك النفحات وفي عمرة القضاء اختلف زيد وجعفر وعلي ابن أبي طالب من يكفل بنت سيدنا حمزة فزيد قال أنا أولى بها وعلي قال أنا أنا بنت عمي أنا أولى بها وجعفر قال أنا زوجتي خالتها فهي سيد أسماء خالة بنت سيدنا حمزة كما رأينا فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر قال والخالة بمنزلة الأم فسيدنا جعفر الذي كفل بنت سيدنا حمزة فجبر خاطر الثلاثة صلى الله عليه وسلم قال لي زيد أنت مولانا وأخونا وقال لسيدنا علي أنت مني وأنا منك ثم قال لسيدنا جعفر تلك العبارة العظيمة التي تهز الوجدان والتي تشعر بالأمان قال يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي فكان الشبيه شبيه رسول الله أشبهت خلقي وخلقي أشبهتني في الظاهر وفي الباطن هناك شبه في الصورة والسيرة والسريرة وهذه خصوصية عظيمة لسيدنا جعفر حتى في الروايات أنه قام يحجل على قدمه يحجل يقفز على قدم واحدة ابتهاجا بهذا التعبير المحمدي وتلك الخصوصية التي خصه بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش إذن سيدنا جعفر مع رسول الله وهو شبيهه حتى أن ابنه عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب كان يشبه والده وبالتالي يشبه رسول الله الصحابة كانوا إذا أرادوا أن ينظروا في وجه رسول الله ينظرون في وجه جعفر ثم من بعدهم إذا أرادوا أن ينظروا إلى وجه رسول الله وشبهه ينظرون في وجه عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب يعني تسلسل الشبه النوراني لسيدنا رسول الله والشبه الخلقي حتى سيدنا عبد الله ابن جعفر كان كثير الإنفاق وكان كريما معطاء سخيا كما كان والده سيدنا عبد الله ابن جعفر قالوا عنه لم يكن يرد سائلا يا أمه قط ما جاءه أحد يسأله وقال ما عندي أو اعتذر لا يرد سائلا يا أمه قط فقالوا له في ذلك ألا ترد السائل لم يكن منك أبدا أن رددت سائلا قالوا لهم السر في ذلك قال عودني الله عادة إن الله قد عودني عادة وعودت عباده عادة عودني أن يعطيني وعودتهم أن أعطيهم فأخاف إن أنا قطعت عادتي عنهم أن يقطع الله عادته عني انظر إلى هذا الجمال في فهم حقيقة الإنفاق والإكرام والإحسان هذه موارث سيدنا رسول الله التي تجلت في سيدنا جعفر وفي ابنه عبد الله بن جعفر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة سيرسل سيدنا جعفر ومعه سيدنا زيد بن حارثة وسيدنا عبد الله ابن أبي رواحة وسيدنا خال بن الوليد إلى مؤتة غزوة مؤتة في محافظة الكرك في أرض الأردن هناك غزوة ستكون غزوة عظيمة وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قيادة لسيدنا زيد وقال إذا ما استشهد فالقيادة لجعفر وإذا ما استشهد جعفر فالقيادة لسيدنا عبد الله بن براوحة فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استشهد سيدنا زيد ثم أخذ اللواء سيدنا جعفر فقطعت يده اليمنى فأخذ اللواء بيده اليسرى قطعت يده اليسرى فضم اللواء وضم راية المسلمين احتلس تسقط فطعن طعنات عشرات الطعنات واستشهد سيدنا جعفر رضي الله عنه وأرضاه ثم أخذ سيدنا عبد الله بن أبي رواحة الراية والعلمة ثم استشهد رضي الله عنه فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو علم بره في المدينة المنورة أخذ يصف لهم ما يحصل في مؤتة في الكرك في بلاد الأردن في معجزة من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لهم نقلا مباشرا نقلا حيا كل ما يحصل في وقته وحينه ثم قال المصطفى والآن يأخذ الراية ويأخذ العلمة سيف من سيوف الله فكان سيدنا خالد من الوليد من وقتها يسمى سيف الله المسلول إذن استشهد سيدنا جعفر ابن أبي طالب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته إلى أسماء قالت ما الخبر يا رسول الله أهل أصاب جعفر مكروها قال قتل جعفر توفي سيدنا جعفر ورسول الله في غاية الحزن والألم لوفاة ابن عمه وحبيبه قال لها أخرجي للأبناء عبد الله ومحمد وعون فخرجوا كالأفراخ فصار النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رؤوسهم ويعطف عليهم صلى الله عليه وسلم فرأى أسماء تبكي قال ما يبكيك يا أسماء العيلة تخافين عليهم تخافين على من يكفلهم تخافين على مستقبلهم تخافين على مصارفهم العيلة تخافين عليهم أنا وليهم في الدنيا والآخرة انظر لهذه الحضوة العظيمة وهذه الرأفة الكريمة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقل الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند السيد أسماء إذا به يرفع بصره ويقول وعليكم السلام ورحمة الله فقالت أسماء ماذاك يا رسول الله على من ترد السلام قال هذه روح أخي جعفر هذه روح أخي جعفر اشتاق لي وما استطاع أن يدخل الجنة حتى يسلم علي هذه صلة الأرواح هذه معجزات أهل النور والفتوحات سيدنا جعفر أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام قال إني أرى جعفر قد أبدله الله ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة فمن ذاك الوقت يلقب بجعفر الطيار بجعفر ذي الجناحين رضي الله عن سيدنا جعفر وعن آل بيت رسول الله وصحابة رسول الله وكل من صار على أثر الحبيب المصطفى الذي بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة